أجزاء بشرية في ثلاجات هواتف وأجهزة كمبيوتر خرائط عسكرية إلى جانب مليون صفحة من التقارير والوثائق المرعبة أدلة أمكن جمعها وتسريبها من سوريا حول الجرائم المرتكبة خلال الحرب مركز تخزين وثائق جرائم الحرب في سوريا تحضبه السرية بمقع في وسط أوروبا ويخضع لحماية على مستوى عال حيث يحتفظ جندي كندي سابق ومحقق بجرائم الحرب يدعى بيلوايلي في صناديق من الورق المقوة أوراق ممزقة بتأثير طلقات نارية وأجهزة تخزين مكدسة بملفات مهمة وهواتف عليها مقاطع تعذيب وقتل فضلا أن خرائط عسكرية متنوعة توضح مسارات لتحركات قوات ومراسلات رسمية عليها ختم النظام الرسمي بعضها وثائق أصلي موقعة بالحبر الأخضر الخاص بالمسؤولين رفيع المستوى ومن الملخص اليومي الذي يعرض على بشار الأسد ويوقع على أجزاء منه وفق تقارير صحفية أدلة ووثائق أسماها تقرير لصحيفة صندي تايمز البريطانية بأرشيف الشر وقالت إنه يلعن بشار الأسد ووصفته بأنه ذو محتويات تخشعر لها الأبدان بحسب الصحيفة فإن الأرشيف يظهر أيضا نظاما يطلق البراميل المتفجرة والغارات الجوية على المناطق السكنية وحتى المستشفيات مشيرة إلى أن الأرشفة أشروع سري لجمع الأدلة على جرائم الحرب التي اقترفها نظام الأسد أسسها الجندي والمحقق الكندي وايلي بتمويل بريطاني وبتعاون مع ستين متطوعان قام المحقق بتدريبهم وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت مقتلى واستشهاد أكثر من ثلاثة عشر ألف سوري تحت التعذيب في سجون نظام منذ بدء الحراك السلمي في البلاد بعد صور القيصر مليون صفحة أخرى تدين ممارسة نظام الأسد ويمل سوريون بجلب رموز النظام للعدالة ومحاكمتهم